بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفسراتكم في لقاء هذا اليوم من استوديو الطائف أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبارك فيكم هذا السائل يقول شيخ في أواخر سورة الضحى في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ما المراد بالآية ومن المخاطب بها مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه سورة الضحى المخاطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها قد عدد الله عليه في هذه السورة الكريمة جملة من نعمه عليه ما ودعك ربك وما قلع وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضع ألم يجدك يتيما فآوى لأن الوحي انقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فترة بسبب بسبب هو بين له صلى الله عليه وسلم فأزال المانع الذي كان عنده من إتيان جبريل إليه فعاد إليه الاتصال وقد قال المشركون لما فتر الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن ربك قد ودعك يعني تركك وفرحوا بذلك فأنزل الله هذه السورة ثم قال في ختامها وأما بنعمة ربك فحدث اذكر هذه النعمة ظاهرا تحدث بها بلسانك وهذا أحد أركان الشكر لأن الشكر له ثلاثة أركان الركن الأول التحدث بها ظاهرا والركن الثاني الاعتراف بها باطنا أنها من الله والركن الثالث صرفها في طاعة الله عز وجل في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى فهذه أركان الشكر الثلاثة ومنها وأما بنعمة ربك فحدث نعم نذكر السادة لإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ كما نرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأيضا نذكر الإخوة بأن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك تردد وصدى بين السائل والمجيب تليفون البرنامج يظهر على الشاشة لمن أراد الاتصال والاستفسار في الفتاوى فضيلة الشيخ هذا يسأل عن الأسباب المعينة على انشراح الصدر والانشراح النفس يقول لي أنني أحس بانقباض في صدري مع أنني أحافظ على الفروض عليك بالكثار من ذكر الله قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب عليك بالكثار من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن وبذلك يزول ما في صدرك من ضيق ويأتي ساعة الصدر بإذن الله سبحانه وتعالى نعم يقول أيضا من أسئلة هذا السؤال أرجو أن تشرحوا لي الآية إن الله معنا وما المراد بالمعية هنا وكم أقسامها الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال فوق سماواته ومخلوقاته ولكنه مع خلقه سبحانه وتعالى بالإحاطة والعلم وهذه الإحاطة هذه المعية المعية العامة المعية على نوعين معية عامة وهي مع جميع الخلق بإحاطته واطلاعه عليهم ومعية خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه خاصة بالمؤمنين ومعناها التوفيق والإعانة والتسديد هي طاعة الله سبحانه وتعالى والنصر والتوفيق من الله عز وجل نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج فضيلة الشيخ ما الأدعيها التي تقال إذا قام الإنسان في رمضان أفضل دعاء يردده المسلم عند دخول شهر رمضان عندما ورد في الحديث أنه إذا رأى الهلال يقول هلال خير ورشد اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هذا يسمى بالاستهلال عند رؤية الهلال يقال هذا الدعاء نعم أحسن الله إليكم شيخ يقول هذا السائل ذهبت لصلاة العشاء في أحد الأيام وكنت أسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت وهو يقرأ القرآن فسلم عليه شخص خارج المسجد فهل يلزمني الرد عليه نعم أنت تسير إلى المسجد للصلاة نعم نعم هو يسير إلى المسجد للصلاة نعم 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 هو يسير إلى المسجد للصلاة فإذا سلم عليه أحد في طريقه فإنه يرد عليه السلام البداء بالسلام سنة ورده واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها نعم سؤال آخر بعث به السائل يقول هل يشرع لي الزيادة من النوافل غير الصيام في يوم عاشورا أو أكتفي بالصيام فقط وأبقى على ما أنا عليه هناك صيام مؤكد سنة مؤكدة مثل الصوم يوم الاثنين يوم الخميس من كل أسبوع ثلاثة أيام من كل شهر صيام عشر ذي الحجة صيام يوم عرفة وهناك والصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهناك صيام مطلق يصوم فيه الإنسان غير الأيام التي يحرم صومها فلا يفرد الجمعة بصوم يوم الجمعة بصوم دون غيره من الأيام بل يصوم يوما قبله أو يوم بعده ويصوم ما تيسر له من الزيادة في صيام التطوع نعم يقول بأنني استخرت الله عز وجل على أمر ما لكن لم أجد من نفس شراحا لهذا الأمر ولا إحجام فهل أقدم عليه كرر الاستخارة كرر الاستخارة مرة ثانية تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بدعاء الاستخارة بعدهما وما ترجح لديك من الفعل أو الترك فإنك تأخذ به وإذا لم يترجح لديك تعيد تعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة حتى يترجح لديك هذا العمل نعم أيضا يسأل يا شيخ في سؤاله الآخر هل تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث القدسي كتلقيه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم نعم هو الحديث القدسي من كلام الله عز وجل يتلقاه إما بواسطة جبريل عليه السلام وإما بالإلهام والنف الروع كما في الحديث فهو يتلقى الوحي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه بواسطة جبريل قد ينزل عليه الوحي بدون واسطة من الله سبحانه وتعالى وكله حق نعم نبدأ بالاتصالات معنا المتصل من جدة محمد تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام أتكلم الشيخ تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام بسأل عندي سؤالين السؤال الأول هل طلب البنت أرسع من أهله خاصة الأمة يعتبر عقوق طيب يجاوب الشيخ السؤال الثاني لحظة 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 يا محمد لا ما تطال الأمة ما تطال الأمها بشيء من المال وإنما إذا أمها أعطتها شيء من المال من الإلثية وغير تأخذه نعم طيب السؤال الثاني طيب إذا كانت يعني رافضة هي حتى على الإرث الموجود مع أخوانها يعني مع أخوان البنت رافضة مرة نهائيا ما تأتي من الإرث أي شيء إذا كانت رافضة فإنها توصي إخوانها أو توصي أقارب المرأة الممتنعة توصيهم بأن بأن تدفع ما لديها أو تعطي ما لديها من الحقوق لبنتها أو لغيرها نعم السؤال الثاني يا محمد السؤال الثاني نحن نصلي في مسجد في إزعاج يعني في ناس من كبار السن تتكلم عن أمور خارج الصلاة وخارج الدين يعني بتلاوة القرآن لا يشوش على الآخرين وإنما يراعي الأحوال فلا يترك الذكر ولا يشوش على الآخرين بل يستعمل الطريقة التي ليس فيها محذور نعم بعض الصيدليات فضيلة الشيخ عندما تشتري منه دواء يحسب لك نقاط وبعد أن تجتمع هذه النقاط يعطيك بعد فترة دواء مجانا هذه جوائز يريدون بها جلب الزبائن وهذا لا يجوز لأن هذا يصرف الزبائن عن الآخرين عن أصحاب المحلات الأخرى فهو يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم يقول ما معنى حديث من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد يقول هل البدعة هذه خاصة في العبادات الدين المراد به الدين عموماً من أحدث ديناً من أحدث ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله هذه هي البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا وهو رد وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فالبدعة هو ما أحدث في الدين مما ليس أمنه هذه هي البدعة أما البدعة في أمور الدنيا فلا بأس بها أن تأتي بشيء لم يسبق له وجود هذه أمور دنيوية أما أمور الدين لا فهي توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها على ما جاء في الكتاب والسنة نعم تفضلي عبد الله من الرياض عبد الله تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ صلى الله عليه وسلم تفضل صلى الله عليه وسلم عندي ثلاث أسنة تفضل السؤال الأول والأول شيخنا الله يحفظ في مدد عملت على الطاعة أنا في حلقات قرآنية وعند الباب الدائمي يحتاجين التوثيق والحفل فالتصوير التكريم الختامي هل في زأس أو لا؟ طيب يجاوب الشيخ تصوير الأشخاص لواتي الأرواح لا يجوز وفي المسجد أشد وخصوصا مناسبة تحويض القرآن هل لا يستعمل المعصية في حفل التحفيظ ويصورون وإذا كان في المسجد فهو أشد نعم السؤال الثاني أحسن الله إليك السؤال الثاني شيخنا أنا أمام المسجد وعندنا بعض جماعة المسجد المتأثرين من بعض الجماعات من حريفة فهل التحذير من بعض الجماعات نقرأ عن علمات المنظر؟ هل فعل صحيح أم لا؟ أين عم تحثهم على لزوم جماعة المسلمين وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى أن يكونوا مع المسلمين في هذا البلد ولا يشذوا عنهم ويتركون الأفكار المنحرفة والمخالفة والتي تروج في وسائل الإعلام العامة والخاصة يحذر الإنسان منها ويبتعد عنها لأن أكثرها ضلال وتضليل وكذب وبث للفتنة فعليهم أن يتجنبوا هذه الوسائل في الإنترنت وغيره في الجوالات في الوسائل المستحدثة التي تنشر فيها الأفكار تنشر فيها البدع والمحدثات والشرور التي تفرق الأمة التي تحث على الفتنة وعلى تفريق الجماعة عليه من يحذر من هذه الأمور وتذكر هذا في خطبة الجمعة جزاك الله خيرا على الخطبة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يحذروا الناس مما يضلهم عن السبيل الصحيح وعن منهج الجماعة وما عليه هذه البلاد هذه البلاد ولله الحمد جماعة إسلامية على الكتاب والسنة وتوحيد الله عز وجل فهي على منهج سليم فلا نستجلب أفكارا أو مذاهب أو نحلا من خارج هذه البلاد نعم أحسن الله نعم تفضل الله خير نعم السؤال الثالث اسمحني الشيخ تفضل شيخنا أسأل الله أنني مجد أمك على الطاعة وأنا ينفذك للسلام والسلامين وأني أجعلك بخرة للسلام وأهله نفذح الشيخ أنا بخصوص التساهل بعض الشباب الآن في غارة الباب الكبار في لبس ملابس القصيرة يلبسون فضل ركبة يسمى الشرق ويصل من بي في المساجد وجزاكم الله خيرا شكرا اللباس من الكعب هما فوق وإذا كان إلى نصف الساق يتبع عادة البلد يتبع عادة البلد فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى نصف الساق يلبس مثلهم إذا كانوا يلبسون إلى الكعب يلبس مثلهم إذا كانوا يلبسون أسفل من الكعب فيخالفهم في ذلك لأن هذا هو الإسبال المحرم فعليه أن يتمسك بالسنة في اللباس وأن يلبس لباس البلد الذي لا يخالف السنة وإلا يكون من لباس الشهرة الذي جاء الوعيد بمن لبس لباس الشهرة وهي مخالفة ما عليه أهل البلد من المسلمين في الملابس وفي اللباس الذي لا يخالف السنة نعم أحسن الله عليكم محدة الصرف واجتماع الكلمة والترابط في الأزمات له أثر في حياة المسلمين هل من كلمة؟ بلا شك أن لزوم الجماعة والتمسك بالسنة والحذر من الفتن والشرور أن هذا أمر واجب قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الحمد لله نحن على منهج الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة وعلى اجتماع كلمة وعلى أمن في البلاد أمن وإيمان ولله الحمد فنحن في نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله وأن نتمسك بهذه النعمة وأن نتواصى بشكرها وأن نحذر من الأفكار الوافدة ومن الدخيل ومن دعاة الضلال سواء مباشرة أو بالوسائل المعروفة لنشر الأفكار فعلينا أن نتجنب هذه الأمور ونحافظ على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى وحدتنا وجماعتنا نعم معنا اتصال أبو غالب من حائل السلام عليكم عليكم السلام مساكم الله الخير عليكم السلام يلدي سؤالين الله بالخير السؤال الأول اللبس العاري للبنات الصغار اللي عمارهم يعني من 8 سنوات 9 سنوات اللبس عاري ولبس ضيق الكثير من الآن في الأسواق فهل يجوز اللبس هذا العاري والضيق للبنات يعني اللي عماره من سنوات وأقل طيب واضح السؤال والسؤال الثاني السؤال الثاني من فاته وورته من قيام الليل من تعب أو نوم هل يصح أن يبقيه بين الطهر والأفر 12 ركعة طيب شكرا اللباس يا أخي يراعى فيه أمور يراعى فيه أن يكون ساترا ولا يكون شفافا يراعى فيه أن يكون ظافيا ولا يكون قصيرا يبين شيء من العورة عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة علينا أن نتمسك بذلك وأن نستر عوراتنا وأن نتجنب العري والتفسخ والانحلال قد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها هذا خطر عظيم قد وقع كثير من هذا في بلاد المسلمين فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نلتزم باللباس الساتر اللباس الشرعي الضافي الواسع الساتر لما وراءه أن نتجنب لباس الزينة للمرأة عند الخروج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فلا تتبرج عند الخروج وإنما تستر نفسها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين فالستر فيه سلامة من أذى ألف الساق لا يطمعون فيها إذا رأوها متسترة فإنهم يتجنبونها ولا يطمعون فيها إنما إذا رأوا تساهلها في الحجاب فإنهم يطمعون فيها نعم من فاته الورد هل يقضيه بين الظهر والعصر؟ لا قضاء نعم يقضيه لكن ليس بين الظهر والعصر وإنما من ارتفاع الشمس قيد الرمح بعد طلوعها إلى دخول وقت الظهر هذا وقت قضاء الوتر نعم محمد من جدة تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام والسلام والله سمح تفضل أنا حلفت أن ما يدخل جهاز الدش التابع للتلفاز منزلي والحين القناة الأولى انقطع بس الأرضي وأريد أن أجيب جهاز الدش ويدخل عليها الجنوات الأولى والقناة طرانا الكريم والقناة المدينة وفق وأنه وأنه ما أدخل يا أخي القنوات واضح سؤالك واضح أسمع لي جابة أسمع لي جابة ألا القنوات التي فيها الخير وفيها نشر الخير والبرامج الخيرية أدخلها في بيتك واستمع إليها وانظر فيها وفيها خير إن شاء الله وفيها دعوة وأما القنوات المخالفة التي فيها أفكار خبيثة وفيها شرور أو فيها عري أو فيها هذه إحذر أن تدخل بيتك فلا تدخل بيتك عندك وعند أولادك وعند نسائك أبعدها عن بيتك نعم أحصل الله إليكم يقول السائل الشيخ ما حكم علاج السحر بالسحر والنصوص في ذلك مأجورين السحر يعالج بغير السحر يعالج بالأدوية المباحة يعالج بالأذكار وبالقرآن والأدعية المشروعة لم يخيج الله المسلمين إلى العلاج بالسحر ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فلا يجوز علاج السحر بالسحر وإنما يعالج بالأدوية المباحة والأذكار المشروعة والورد الصباحي والمسائي والرقها الشرعية وبذلك يزول بإذن الله ما التوكل على الله نعم يقول عندي منحة أرض منذ عشر سنوات ولم أزكيها هل عليها زكاة إذا كنت تنويها للبيع فإنك تثمنها كل سنة تقومها كل سنة تمر عليها وتخرج ربع العشر من القيمة التي تساويها هذه الأرض لأنها أصبحت من عروض التجارة فهي تجارية تزكى كل سنة نعم يقول حرم لبس الذهب على الرجال ما الحكمة في ذلك شيخ ليس أو من ما يتناسب مع الرجال وشهامتهم وليس الرجال بحاجة للتزين بالذهب هذا من خصائص النساء قال تعالى أو من ينشأ في الحلية يعني النساء وهو في الخصام غير مبين فالحلية من خصائص النساء ليست من خصائص الرجال خصائص الرجال الشهامة والرجولة وليس من خصائصهم الرقة والتزين بزينة النساء نعم يقول في الحديث الذي ما معناه يقول لما أحفظ هذا الحديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله فقال ثلثها نصفها ربعها ما معنى هذا معجورين اشرحوا الحديث معناه الدعاء أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي يعني هل أجعل الدعاء الذي أدعو بكله للرسول أو بعضه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعل ما شئت أو ما هذا معناه وإن زدت فأو خير قال اجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك يعني الدعاء يكثر من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالصلاة والسلام عليه والدعاء له بالوسيلة والمنزلة العالية في الجنة وأن يبعثه الله مقاما محمودا نعم عبد الله من الرياض فضل عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام أحد الأجانب عندنا يصلي من بعض الأحياء من بعض الفروض إذا الإمام ما هو فيها أو المؤذن ولا نرغب صلاته حقيقة بصورة ومتبسيرها من القرآن هل ينجزنا يا شيخ من ننصح أنه لا يصلي نعم قوله للإمام يوكل واحد يوكل واحد تبرع به الذمة ولا يوكل واحد لا تبرع به الذمة لا يحسن القراءة أو يوكل واحد ماهو ثقة في عقيدتها أو في دينه يوكل من تبرع به الذمة لأن الصلاة أمانة والإمامة أمانة فلا يوكل عليها إلا من يقوم بها على الوجه المشروع نعم أحسن أنا نفس رائح مشوار على أني أصلي صلاة العشاء وكثرت الشغلة نستني الصلاة ولا تذكرت لليوم الثاني أني ما صليت العشاء اليوم اللي قبل فقمت فصليتها أثناء تذكيري لها فعلا هذا جائز هذا هو المشروع قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنا فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول ورد حديث يا شيخ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الحديث هذا النزول يا شيخ هل هو نزول حقيقي وما المراد بالحديث نعم الحديث صحيح والنزول حقيقي ينزل سبحانه نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله ليس كنزول المخلوق وإنما هو نزول يليق بالله عز وجل فنحن نثبت الحديث ونؤمن به وأن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وهذا من فضله وإحسانه ومنه وكرمه على عباده نعم أحسن الله أحسن الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص أبتلي بالحسد فكيف يعالج هذا الحسد في قلبه وما الأضرار المترتبة على الحسد يكثر يكثر ليس هذا من الحسد وإنما هذا من الغبطة نعم أحسن الله إليكم يقول الشيخ هذا السائل ما الفرق بين قولنا هذا قضاء أو هذا قدر لا فرق بينهما فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء نعم يقول حدثون عن قضاء للفوائط الذي يريد أن يصلي وقد ترك في بداية حياته عدة فروض إذا كانت صلوات كثيرة فأليه بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في بقية حياته ويتوب الله على من تاب أما إذا كانت فروضا قليلة فإنه يقضيها يقضيها في الحال إذا ذكرها أو تمكن من قضاء يقضيها في الحال مرتبة نعم له سؤال آخر عن الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد تكبير المطلق من بداية عشر ذي الحجة وكذلك في ليلتي العيدين هذا غير مقيد بوقت وأما المقيد فهو ما يكون في أدبار الصلوات المفروضة إذا سلم من الصلاة المفروضة في أيام التشريق فإنه يكبر بعد السلام التكبير المقيد نعم يقول السائل أبو عبد الله ذهبت أنا وأخي إلى مسجد قبا وأدركت الناس يصلون في رمضان صلاة التراويح فهل إذا صليت معهم أنال بإذن الله تعالى بكل تسليم أجر عمره إن شاء الله إذا صلحت النية وصليت معهم مع الجماعة وتنوي بها صلاة زيارة مسجد قبا فهذا خير إلى خير نعم أخيرا نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يسأل يا شيخ يقول في رمضان وفي دعاء القنوت يدعون اللهم لا تدى لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت كلمة في مقامنا هذا الذي يظهر لي أنها لم ترد في مقامنا هذا أتدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا يقول في مقامنا هذا نعم شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك أشكر الحقيقة هذه الزملاء في استوديو الطائف الذين هيئوا هذا اللقاء استقبلوا الشيخ ولهم جهود طيبة الحقيقة في تواصلنا مع القناة السعودية الأولى أشكر زملائي معي في الرياض من الفنيين والمخرجين والمهندسين هذا زميلي معجب دوسري يتمنى لكم أوقات طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا